سيرامات ايفا الجديدة اتكلمنا مبارح عن سيرام فيتامين سي النهاردة ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن سيرام النيسينامايد هنشوف احكايته ويا ترى هيكون بديل لزي اردناري النيسينامايد السلام عليكم مساكم الله بالخير واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معكم دكتور صيدالي عصام شومان ده الفيديو رقم اتنين في سلسلة فيديوهات شرحنا لسيرامات ايفا الجديدة اربع سيرامات سيرام الفيتامين سي سيرام الهيلرونيك سيرام النيسينامايد وكمان سيرام الريتينول اشترتهم كلهم معدى الريتينول وهقولكم ان شاء الله رب العالمين في اخر فيديو انا ليه ما اشترتش سيرام الريتينول وانبارح فعلا اتكلمنا على سيرام فيتامين سي بالتفصيل والنهاردة ان شاء الله الدور جاء على سيرام النيسينامايد وزي ما اتفقنا انبارح بتكتب التركيبات التفصيلية على عبوات المنتجات بتاعتها وهي مضطرة تعمل كده عشان هي بتصدر منتجاتها للخارج وبتبيع منتجاتها برا فتعالوا كده نشوف التركيبة التفصيلية المكتوبة على عبوة سيرم النيسي نامايد من ايفا عبارة عن ايه اول مادة معانا في التركيبة بعد المية مباشرة هي النيسي نامايد زي ما هو واضح قدام حضراتكم والحقيقة ايفا مش ايلة ومش موضحة تركيز النيسي نامايد في السيرم ده كان بالظبط يعني احنا مش عارفين اذا كان 10% 5% محنش عارفين الرقم بالظبط ولا النسبة بالظبط كان ولكن توقعي ان هي مش هتقل عن 5% ابدا ده مجرد توقع مش تأكيد انا مش متأكد من الرقم ده ولكن انا بتوقع ان هو مش هيقل عن 5% طيب تركيز 5% نايسي نامايد هيدينا ايه تركيز مش هيقل عن 5% هيدينا ايه هيدينا كل الفوائد وكل المزايا وكل الخصائص اللي احنا متوقعينها من مادة النيسي نامايد مادة النيسي نامايد مفيدة في حاجات كتيرة جدا اول حاجة ترميم الجلد وترميم واصلاح الطبقة الخارجية السطحية للجلد تاني حاجة النيسي نامايد بيشتغل كمان على التلطيف بيلطف الجلد وبيقلل التهاب تالت حاجة النيسي نامايد كمان مضاد للأجسادة بيحافظ على نظارة البشرة وبيحافظ على حيوية وشباب البشرة رابع حاجة النيسي نامايد كمان بيساعد على التفتيح من اهم الفايد بتاعته بالذات لما يكون موجود بتركيز عالي كده انه كمان بيساعد على التفتيح بيساعد على توحيد لون البشرة وبيساعد على علاج التصبغات وعلاج البقع خامس حاجة في النيسي نامايد ويمكن من اهم المميزات اللي فيه انه كمان بينظم الافرازات الدهنية النيسي نامايد معروفة بفعليتها في التحكم في النشاط الزايد للغدد الدهنية وبالتالي بقلل الافرازات الدهنية وبحد من الافرازات الدهنية الزايدة دي من اهم المميزات في النيسي نامايد ولذلك النيسي نامايد من المواد الحلوة جدا بالذات للبشرة الدهنية كمان النيسي نامايد بتساعد في علاج البقع وبالذات الاثار والبقع الحمرة اللي بتحصل بعد الحبوب ولذلك النيسي نامايد حلوة جدا لكل انواع البشرة ومفيد جدا لكل انواع البشرة ولكن بالذات البشرة الدهنية والدهنية المعرضة للحبوب هتستفيد منه يمكن اكتر من اي نوع بشرة تاني خاصة ان السيرام مش بس بيحتوي على النايسيرامايد السيرام كمان في مادة مهمة جدا جدا الا وهي مادة الزينك بي سي اي مادة الزينك بي سي اي دي من اقوى انواع ومن اقوى املاح الزينك في خاصية المهمين جدا اول خاصية برضو تنظيم الافرازات الدهنية الزينك بي سي اي عندها قدرة حلوة جدا على ان هي تقلل من النشاط الزايد للغدد الدهنية فانا كده بقلل الافرازات الدهنية الزايدة بقلل اللمعة الدهنية وبط فيها بساعد على تديق المسام النايسيرامايد بالتركيز العالي ده مع الزينك بي سي اي هيساعده كمان على تديق المسام ومنع ظهور المسام الوسعة هيساعدوا كمان على الحماية من ظهور الحبوب دي يمكن من اهم الخواص لسيرم زي ده ومن اهم الاستخدامات لسيرم زي ده ان انا بحمي البشرة من عودة ظهور الحبوب وتكرار الحبوب مرة تانية فوجود الزينك بي سي اي اللي هي تعتبر من اقوى املح الزينك مع الني سينمايد بالتركيز العالي ده دول هيخلوا السيرم ده رائع جدا بالذات للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب خصوصا ان كمان الزينك بي سي اي فيها خاصية تانية ان هي مضادة للبكتيريا بتكافح تكاثر البكتيريا المسببة للحبوب فالسيرم هيبقى رائع جدا للبشرة زي ما قلنا الدهنية المعرضة للحبوب والحقيقة جماعة التركيبة مشابهة جدا لو جيتوا قارنتوا كده مبين تركيبة السيرم ده وتركيبة سيرم الني سينمايد من زي اردناري هتحسوا ان هم متشابهين جدا يعني مش هبقى ببالغ ولا هبقى ببداعي على ايفا لو قلت ان ايفا بصراحة مقلدة التركيبة بتاعت زي اردناري الني سينمايد اللي هو كان 10% بلس زينك بي سي اي برضو 1% بس في زي اردناري كنا عارفين ان التركيز الني سينمايد 10% هنا احنا مش عارفين تركيز الني سينمايد ولكن المؤكد ان التركيز هنا برضو عالي مش قليل وطبعا انا بنصح بالتدرج في استخدام السيرم ده لان واضح ان الني سينمايد هنا موجودة بتركيز عالي فبرضو لازم مع الني سينمايد اللي يبقى موجود بالتركيز العالي ده اللي احنا نتدرج في استخدامه فممكن نبدأ اول مرة مرتين في الاسبوع وبعد كده نزود مرة تدري جيا لحد ما نوصل للاستخدام اليومي عشان بس ما يحصلش اي برجنج ولا اي ظهور للحبوب ولا المشاكل دي كلها فنتدرج في استخدام السيرم ده تركيب السيرم ده من المزايا برضو الحلوة اللي فيها ان ما فيهاش كحول ولا فيها عطور على عكس التركيبة بتاعت سيرم زيتاget من سيم بارح ده اللي كان مليان كحول ويعني الكحول اللي كان فيه موجود بتركيز عالي جدا لكن السيرم بتاع الني سينمايد ما فيهوش كحول وما فيهوش برضو عطور فدي برضو من المزايا الحلوة تعالوا دلوقتي نفتح كده العبوة ونشوف انطباعاتي الاولانية عن السيرم برضو نفس شكل العبوة بتاعت سيرم فيتامين سي برضو العبوة اللي هي الغمقة جدا عبوة ازاز وغمقة جدا ودي برضو حاجة كويسة وحاجة ايجابية عشان تحافظ على السيرم تعالوا كده نفتح الغطى برضو زي ما حضراتكم شايفين نفس شكل العبوة بتاعت سيرم فيتامين سي موجود زي سدادة كده تحت الغطى وما فيش هنا ريحة كحول خالص يعني هنا فكرة رحة الكحول دي اللي كانت موجودة في سيرم فيتامين سي بتاع امبارح ده لأ مش موجودة هنا خالص يعني يعني تقريبا مفيش ريحة انا مش شامل مع اي ريحة خالص طيب تعالوا كده ناخد نقطة كده من السيرم ونشوف اللزوجة بتاعته لونه ابيض برضو وشفاف بس تحسه اتقل شوية هنشوف اه لا واضح شايفين بقى الكحول اللي كان موجود بتركيز عالي امبارح في السيرم بتاع فيتامين سي كان مخلي السيرم عامل زي المية خفيف جدا ده لا ده تقيل ده سيرم لازج سيرم لازج بس مش لازج قوي برضو بصراحة هو اتقل شوية اتقل شوية من السيرم بتاع فيتامين سي لكن مش تقيل برضو مش تقيل بس عامل زي لون ابيض كده هيروح اللون الابيض ده محتاج شوية تدليج محتاج تدليج اكتر شوية لحد ما يمتص يعني سيرم فيتامين سي كان مية كان بينشف بطريقة مش طبعية وكان خفيف جدا انما السيرم ده لا محتاج شوية تدليج كده لمدة يعني ثواني كده لحد بس ما يمتص مفيش ريحة خالص خالص نهائي ودي حاجة كويسة بصراحة دي حاجة كويسة فاتوقع ان السيرم ده باذن الله يعني انا متوقع من خلال التركيبة كده انه هيكون احسن سيرم في المجموعة دي كلها بس برضو هنشوف يعني برضو لازم نجرب ولازم نشوف ولذلك احنا السيرم ده باذن الله العبوة دي كلها هنجربها لحد ما تخلص خالص وبعد ما نجربها هنقول لحضراتكم التجربة كانت عاملة ازاي زي ما حضراتكم متعودين معانا هنقول لكم التجربة بكل مصداقية ونقول لكم ايه الايجابيات والسلبيات وشوفنا منه نتيجة عاملة ازاي ولكن مبدئيا كده التركيبة بصراحة بتاعت سيرم النيس سينومات بتاعت ايفا كويسة انا شايف بصراحة ان هي تعتبر لحد دلوقتي يعني في رأيي احسن من التركيبة بتاعت سيرم فيتامين سيلي كان مليان كحول وكان في مشكلة ده انما ده ما فيهوش المشكلة دي وفي نفس الوقت تركيبته حلوة النيس سينومات موجود بتركيز عالي وكمان مع الزينك بي سي اي فالمفروض ان هو هيكون تركيبة ممتازة تأدي الفوائد وتأدي الغرض بتاعها بالذات زي ما اتفقنا لاصحاب البشرة الدهنية كده احنا خلصنا التقييم المبدئي وشرح التركيبة لسيرم ايفا الجديد بالنيس سينومات بكرة باذن الله هنتكلم عن سيرم الهيالرونيك ان شاء الله رب العالمين برضو ان شاء الله انا متوقع ان يكون سيرم كويس بس هنتكلم بكرة باذن الله برضو عن تركيبته التفصيلية وانطباعات المبدئية معاه وان شاء الله باذن الله رب العالمين هقول لكم بقى بكرة في اخر الفيديو بتاع الهيالرونيك هقول لكم ليه انا قررت ما اشتريش سيرم الريتينول من ايفا استنونا بكرة باذن الله شكركم شكرا جزيلا على المتابعة لو كان عجبكم الفيديو بفضلكم ما تنسوش تدعمونا باللايك على قد ما تقدروا وتعملوا شير للفيديو ده مع كل اصدقائكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجاية باذن الله والفيديوهات اللي فاتت هتلاقوا زهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله في امان الله